لو تكلمنا بقى في بعض الحاجات اللي الناس ممكن تتفاجئ بيها انه مثلا لو سألنا مين هو اول لعيب يخرج من الدوري المصري ويلعب في فريق كبير في أوروبا ويشارك في بطولة أوروبا اللي هي دوري أبطال أوروبا بمسمى الحالي ده لعيب يوناني مصري اسمه يعني كوميانيدس كوميانيدس ده كان بيلعب في نادي الزمالك وبعدين في غزل المحلة كان نجم في غزل المحلة جدا في الستينات في سنة 63 بعد كده في 63 رح نادي باناسا نايكوس اليوناني ده زي الأهلي عندنا كده في مصر أخذ الدوري هناك لعب في دوري أبطال أوروبا كان مسمى البطولة الأوروبية للأندية وقتها وسجل هدف كولن الألماني فهو ده جزء من الحواديث اللي موجودة في الكتاب حكاية كوميانيدس بدأ فين في مصر لعب فين سفر اليونان إمتى لعب لمنتخب اليونان كمان وطالع من الدوري المصري يعني هو بدأ كورة في الدوري المصري وفترة طويلة لما بدأ المصريين بقى يحترفوا في الدوري اليوناني أول محترف في الدوري اليوناني بشكل حقيقي الدوري اليوناني الممتاز هو كابتن ماجدي طولبا كلام ده سنة 89 موسين 89-89 كابتن ماجدي طولبا لايه في باوك سيسالونيكي يعني أنا من عشاء نادي باوك يعني أنا بشجع باوك جدا بعد كده التوقم حسام وبراهيم حسن كان فيه لعيب من نادي المصري يسمحه محمد السعيد لعب شوية بس أربع متشاط بس بعد كده لعيبة كتير بقى يعني بنتكلم في عبدالسطار صبري بنتكلم في شيكبالا أمير العزمي مجاهد بعد كده الجيل اللي موجود دلوقتي كمان فيه لعيبة كتير راحت بنتكلم كمان قبلها كان فيه كابتن عبودو الخضري كابتن نادي المصري البورسعيدي في وقت توقف الكورة في مصر في الستينات مع النكسة سافر لعب في اليونان بس في دوري الدرجة الأولى اللي هو زي الدرجة الثانية عندنا ولعب هناك ثلاث سنين ورجع كمل مع النادي المصري فالعلاقات ما بين الكورة المصريية واليونانية ممتدة من أول ما بدأنا كورة لحد دلوقتي اليونانيين لقبوا كورة في مصر في مسابقات منظمة في مصر قبل ما يلعبوها في اليونان وقت أكرت اليونان محتلة ما كانش فيه لسه مسابقات منظمة هناك إنما إحنا كان هنا من 1917 وإحنا بنعمل مسابقات منظمة فكانوا اليونانيين بفرقهم بيشاركوا فيها فالتاريخ اللي بيننا وبينهم كبير جدا وده جزء من التراث الثقافي بتاعمنا طبعا ومهم جدا أننا نعرف ده وخاصة حديثك بتقول أسامي دلوقتي يعني كتير الموضوع فيه في أسامي كتير